وواصل جرح محور تاعز العسكري اليوم تصعيد احتجاجهم المندد بالإهمال الحكومي لمعاناتهم والتجاهل غير المبرر لمطالبهم وشهد شارع جمال وسط المدينة وقفة احتجاجية نفذها عدد من الجرحة للتأكيد على استمرار مطالبهم بتوفير العلاج وتفعيل المستشفيات الحكومية لتقديم الخدمات الطبية لهم وإدراجهم ضمن القوة البشرية العسكرية التابعة للمحور كما أقدم الجرحة على إغلاق مبنى المحافظة وعدد من المكاتب الإيرادية كوسيلة للضغط على السلطات من أجل سرعة الاستجابة لمطالبهم المستمرة وكان نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن الأحمر قد وجه رئاسة الوزراء بسرعة معالجة جرحة تعز ومساواتهم بجرحة مأرب عبر لجنة وآلية موحدة وفي تصريحات لقناة يامن شباب قال الجرحة أن هذه الآلية ليست مجدية وينبغي تخصيص موازنة خاصة بجرحة تعز وذلك لتخفيف من معاناة الجرحة التي لم تعد تحتمل التعقيد في أي إجراءات مبلغ المحافظة، مكتب المالية، مكتب الخدمة المدنية لأحوال الشخصية ومكتب الضرائب، مكتب النقل، جميع المكاتب الإيرادية لعدم تنفيذ الحكومة الشرعية والسلطة المحلية والقيادة العسكرية تنفيذ مطالب القرحة وهي المطالب المشروعة وهي تخصيص ميزانية معتمدة ثابتة لقرحة تعز تخصيص ميزانية معتمدة من قبل السلطة المحلية من إيرادة تعز تفعيل جميع المستشفيات الحكومية لاستقرار القرحة ورفضها بالكادر والقهيزة الطبية ترقيم جميع القرحة والترقيات سواء بالمحافظة الأخرى القرار هذا حقنا بالرئيس قرار يحسب له لكنه ليس صح بموقفنا الآن تعز مع إيراداته، تعز مع محافظينه، تعز مع إدارته تقدر تتولي هذه الأمور بدون ما تلقى إلى أي محافظة بدون ما تلقى إلى أي كلام يندلنا من إيرادة تعز، يندلنا من مستحقاتنا من الذي يصرفها رئيس الحكومة من الذي يصرفها الرئيس، من الذي يحولك لأمارب يعني أنا بلاعلك لما أشتري حفاظه ولا قصطره أجلس أروح أعمل عليه من لقنا لا لقنا لما تطلع لأمارب بعد تل أقول لا أشتري إبرا أو لا أشتري أجلس أعمل عليه ما يصلح كل كلام هذا موسيقى 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 موسيقى